السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمعنا في السوشيال ودنيا خلال الساعات الماضية ان فيه شجار حصل بين محمد رمضان والجمهور وهم في شرم الشيخ والجمهور اتلم حول محمد رمضان لتحيته وفرحانين فيه وبيحيوه وبيحيوه ومن ضمن واحد من الجمهور شاب من الشباب رح ندى باسم اسم دوت نرفز محمد رمضان واستفزه فرح ضرب الشاب دوت بالقلم فرح ضربه بالقلم فالشاب طبعا قدام زملاته فيرد قرامته فرح ردد القلم لمحمد رمضان طبعا ديت اهنه للاتنين لمحمد رمضان بمكانته ومركزه والشاب بان هو يعني ازاي ولا تنبذوا بالالقاب ولتنا يعني احنا في القرآن عندنا والاسلام بيقولك ولتنا بذبوا الارقاب يعني ان احنا من قلش من الدهش من الدهش بعض بألقاب بأسماء مستفزه الاسماء المستفزه ديت ممكن بتعتبر يعني اه بتسيء للانسان بتسيء للانسان وهي تعتبر شتيمة كيف يندع على الممثل الكبير مثل محمد رمضان؟ طبعاً هو ممثل كبير وأثبت وجوده وأثبت نجاحه في التمثيل وهو أخذ المراكز الأولى في جميع المسلسلات والأفلام وهو شاب صغير فبعد مجهود كبير وبعد مجهود بصل ومجهود كبير وتعب شديد طبعاً محدش يقدر ينكل ده عشان يوصل لهذا المركز من غير محد يقف جنبه من غير محد يساعده هو في السن الصغير ده طبعاً تعب وشقي عبرهم يوصل لهذا المكان ده فيجي شاب صغير يندهلوا أو يستفزوا بلقب أو باسم دايق محمد رمضان واستفزوا فراح ضربوا بالألم فراح قيم الشاب دوت رادت الألم في ساعتها لمحمد رمضان ده اسلوب مش كويس واسلوب مش حضاري واسلوب يعني لما كل واحد كل إنسان ياخد حقه بإيده يبقى إحنا بصدنا في غابة بقينة في غابة كل إنسان ياخد حقه بإيده ده كلام ما يمشيش في المجتمعات الرأيية وأن يجب وخصوصاً أن ديت هم طبعاً في شواطق مميزة وشواطق رأي في شرم الشيخ ما يقدرش يريوح المناطق دي غير الناس المفروض الرأيية الناس مستوى تعليمي ومستوى اجتماعي معين مش أي حد يقدر يخش الأماكن ديت فتوصل بمدركة في التعامل بأنها الشبكات وتنافس بالألقاب ده يعتبر ده أسلوب مش كويس وده كل إنسان لازم يحسب على فعله ويجب أن الناس تحترم تحترم الفنانين وتحترم خصوصاً أنه خارج معهم وهو يرحب بهم وفرحان لفرحهم وما أسألهمش بأي حاجة فيجب أن يكون الرد الفعل يعني ترحبي ورد التحية بالتحية ولكن ليس رد التحية بأن إحنا نتنابس بالألقاب ونقول ألقاب مش كويسة إنها تستفز ممثل زي دوت أو راجل زي دوت يعني وصل لمكانته بعد تعب وشأة ويجب أنه هو يحترم من الجماهير طالما هو ما أسأش لحد ومسببش إزعاج لحد فكون أنه هو من غير شعوره ومن غير تركيز فأمر ضرب الشاب بالألم داوية للنتيجة إنه هو فوجئ بسماعه بسماعه إنه هو بيمده عليه بلقب استفزه ونرفزه وخرجه عن شعوره فيجب أن يكون التعامل بين الناس بأسلوب حضاري وليس بأسلوب بهذا الأسلوب ويجب أن الناس تحترم بعضها والناس تتقدر بعضها والناس تحترم تتعب الآخرين ونجحهم وتقدرهم وخصوصا إنه هو راجل محترم وبيحب جمهوره وبيحب مشجئينه فيجب أن نقف جنبه ونحترمه ونديب بأحسن الألقاب ونديب أحسن الألقاب لكن من نديبهوش بألقاب وده القرآن عندنا قرآن بيقول ولا يتنبسوا بالألقاب ولا يغتب بعضكم يعني إنسان ما يتنبس بالألقاب ويقول ألقاب مش كويسة على خلقة رب على البنى آدم وخصوصا هذا محمد رمضان إنسان ناجح وأثبت نجاحه وأثبت وجوده في فترة قصيرة وهو في هذا السن فيجب أن يكون قدوة لمعظم الشباب وأن هما يقتضوا به مش إنه هو يتمسخر به ويقول عليه ألقاب مستفزة ربنا يهدينا جميعا ويجب إنه إنه يكون فيه إن كل واحد ياخد حقه عشان تكون عبرة لبقية الناس لبقية المجتمع يجب أن يتم التحقيق في هذا الموضوع وخصوصا إنه فيه أمن أنتوا في أحسن شواطئ البلد أحسن شواطئ البلد شرم الشيخ إنه ما يخشهاش إلا مستويات معينة وناس معينين وطبقة معينة فيجب أن يكون التعامل فيها على مستوى راكي وليس هذا الأسلوب من التعامل وخصوصا إنه إن فيه الأمن والشرطة الموجودة في الشاطئ يجب أن هي توفر الأمان وتقول حرس الحرس بتاع محمد رمضان يجب أن هو برضو يوفر يوفر الأمان والأمان للفنان كبير زيه ولكن هيوفر الأمان منين إذا كان الألفزة نفسها بتخرج من البلد أدمين بدون احترام وبدون تأدير فكل إنسان لازم ياخد حقه وياخد جزاء أخطاء هدنا الله جميعا لما يحب ويرضى ويجب أن يسود المحبة والاحترام والاحترام بين الناس وبين المجتمعات في المجتمع وبين الطبقات حتى يعيش الجميع في سلام وفي مودة وتسود المحبة بين أفراد المجتمع وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر